وفي ذلك فليتنافس المتنافسهم كان بعض السلف من الموسرين اذا رأى الفقراء قال اهلا بالذين ينقلون مالنا من الحياة الدنيا الى الاخرة احميه المال احنا بدنا مال عشان نشر قطع اراضي ونبني عليها ونجوز ونشتي سيارات هذا كله بعد ما تنفق في سبيل الله سوا هاي الاشياء بشي العكس هات لك خمسمائة دينار لها الفقير رجل مكسور علي اجار الدار والله عندي ولاد بيوتهم يدرسوا جامعة انا الخمسمائة محضرهم لقصة الجامعة لا يا اخي هذا في اشي اهم من الجامعة والله انا عندي خمسمائة بدأت فعل قصة السيارة معاي خمسمائة بدأت فعل قصة الشقة في اشي اهم الانفاق في سبيل الله اين الحريصون على دين الله اين خدم الذين يخدمون دين الله ويخدمون المسلمين والمفاجأة ان هذا الشخص الذي ينفق في سبيل الله ربنا يعوضه اكثر من هذا الشخص الذي ينفق عشان الجامعة والسيارة والشقة والاهم شيء في حق هذا المنفق ان الله يرزقه بماذا براحة القلب فراحة القلب اهم من كل المال والدليل انظر دول الكفر شو بدك بدي مسكن المواطن بيحكي لمن للدولة اريد مسكنا اعطوه سكن اريد سيارة اعطوه سيارة اريده مالا في البنك اعطوه افتحوله حساب ونزلوله مبلغا اريده عملا اطلوله شغل اريده الزواج هذا اذا فكر في الزواج اصلح زوجه بعدين اللي هو منتحر شو مالك يا رجل فرغ ما في راحة في القلب بينما المسلم عنده راحة في قلبه لم يجد هؤلائك لا في مال ولا فيجاه ولا سلطان ولا سيارات ولا نسوان ولا سفر هذا حال هذا اذا اخواني في الله ينبغي لك ان تكون واحد من هؤلاء الثلاثة ترجمة نانسي قنقر